السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهاردة مقارنة سريعة ما بين السيارة شفورلي اوبترا الجديدة موديل 2024 والعربية نيسان صاني موديل 2023 مبدأيا كده النيسان صاني فيها فئات كتير منها من مانيول لحد اوتوماتيك اللي هي الاوتوماتيك سوبر سالون وسعرها بيتراح ما بين الربعمية تمانية واربعين الف الى الخمسمية واربعتاشر الف بالنسبة لل شفورلي اوبترا هي نزلة بفئة واحدة اوتوماتيك اللي هي سعرها بيعمل خمسمية الف جنيه هنبدأ نخش بقى في تفاصيل المقارنة طبعا بالنسبة الموديل بالنسبة للعربية النيسان صاني احنا بنكلم عن موديل 2024 وهو نفس الشكل بتاع 2023 بتاع 2013 بتاع 2000 بتاع 1970 هو نفس شكل العربية ما تغيرش ولكن السعر هو اللي قاعد ينضرب في خمسة وفي عشرة وفي عشرين نبدأ نتكلم بقى في تفاصيل المقارنة الوكيل بتاع طبعا العربية الشفورليه هو منصور وكيل النسان نسان موتورز ايجيبت النسان بلد المنشأ بتاعتها في الهند وبتتجمع هنا في مصر الشفورليه بلد المنشأ الصين وبتتجمع في مصر طبعا هنا قلنا بالنسبة للشفورليه فئة واحدة بس بالنسبة للنسان نزلة اربع فئات فئة مانيول وثلاث فئات اوتوماتيك البيز والبلس والسوبر سالون هنخش في الابعاد طبعا هنتكلم بقى الاول في سعة المحرك سعة المحرك بالنسبة للعربية الشفورليه اوبترا الف وخمسمائة سي سي تمام بالنسبة للعربية النسان الف وخمسمائة سي سي السلندرات اربعة سلندر في الاتنين ستاشر صباب في الاتنين بالنسبة للقوة الحصانية للعربية الشفورليه اوبترا مية وعشر حصان عند خمس تلاف وثمنمائة لفة في الدقيقة بالنسبة للقوة الحصانية للعربية النسان صاني مية وتمانية حصان عند ستلاف لفة في الدقيقة عزم الدوران العزم بالنسبة للعربية الشفرليه اوبترا 146 نيوتن متر عند من 3600 ل 4000 لفة في دقيقة وبالنسبة للعربية النسان 134 نيوتن متر عند 4000 لفة في دقيقة معدل التصارع من 0% في العربية الاوبترا 13.2 من 10 ثانية يعني العربية بتوصل من 0% في 13.2 من 10 ثانية بالنسبة لمعدل التصارع في العربية النسان من 0% في 15.5 ثانية اقصى سرعة 170 كم في الشفرليه اوبترا في نسان صاني اقصى سرعة 178 كم طبعا الاوبترا نازلة اوتوماتيك بس النسان في منها حاجات مختلفة يعني في منها المانيول ومنها الاوتوماتيك نظام الجر امامي في الاتنين متوسط استهلاك الوقود ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للعربية الشفرليه اوبترا بتستهلك لكل 100 كم مقطوعة بتستهلك 7.3 من 10 لتر بالنسبة للعربية النسان صاني استهلاكها في الوقود 6.9 من 10 لتر لكل 100 كم مقطوعة هنبدأ نخش بقى على الكماليات بتاعتها للعربيتين بالنسبة للامان العربيتين فيهم ABS العربيتين فيهم EBD بالنسبة بقى الESB مش موجود في العربيتين الهيل ستارت اسست مش موجود في العربيتين الطاير بريشر مونيتور مش موجود في العربيتين البليندينج سبوت مونيتور مش موجودة في العربيتين بالنسبة للان دي بريشر وورنينج مش موجود في العربيتين التراكشن كنترول نفس الكلام برضو مش موجود في العربيتين العربيتين فيهم الايزوفيكس اللي هو نظام تثبيت مقعد الطفل في الكنبة الخلفية بالنسبة للوسائد الهوائية العربيتين فيهم اتنين وسادة هوائية حساسات امامية مش موجودة في العربيتين الحساسات الخلفية موجودة في الأوبترا وفي النسان صني بالنسبة للإنذار موجود في الأوبترا مش موجود في النسان صني إيموبلايزر ضد السرقة موجود في العربيتين السنترلوك طبعا موجود في العربيتين حزام الأمان الخلفي موجود في العربيتين ندخل بقى على التجهيزات الإزاز الفمي موجود في العربيتين الازاز كهرباء في الاربع ببان موجود في العربيتين مرايات الضم مش موجودة في العربيتين المرايات الكهرباء انك تقدر تتحكم في المراية تغيرها يمين وشمال وفقه تحت موجودة في العربيتين اشارات في المرايات موجودة في العربيتين فتحة السقف مش موجودة في العربية النسان صاني انما هي فتحة سقف عادية في العربية الشفرلي اوبترا الكاميرا الخلفية موجودة في الاوبترا مش موجودة في النسان صاني مسبت السرعة مش موجود في الاتنين السبويلر الخلفي موجود في النسان صاني مش موجود في الاوبترا البلوتوس موجود في العربية الاوبترا مش موجود في النسان صاني مدخل ايو ايكس موجود في الاتنين بالنسبة للمدخل يو اس بي موجود في الاتنين دي حاجات تافية طبعا بملاليم يعني الطارة المالتي فانكشن موجودة في الاتنين بالنسبة للشاشة الوساطية اللي بتبقى في وسط الطابلو موجودة في العربية النسان صاني مش موجودة في الشفرلي اوبترا بالنسبة كمان للعدادات الديجيتال مش موجودة في الاتنين مأسس الشاشة اللي موجودة في العربية النسان سبعة بوصة هنخش بقى في الكشفات بالنسبة لكشفات الاوبترا وكشفات النسان اللي اتنين لد امامي وخالفي فيه كشفات ضباب امامي وخالفي في الاتنين مسحات الكشفات مش موجودة في الاتنين السماعات بالنسبة للعربية الاوبتورة اربع سماعات وفيه ست سماعات في الفئة العالية بالنسبة للسماعات في العربية النسان صاني اربع سماعات بس النسان صاني فيها زر تشغيل محرك الكلام ده مش موجود في الأوبترا النسان ساني فيها ريموتكونة والأوبترا فيها ريموتكونترول بالنسبة للكراسي الكهرباء موجودة في الأوبترا فقط مش موجودة في النسان التحكم في الشنطة بالنسبة للعربية، الأوبترا ارت learning كهربائي، والنسان في التحكم فيها يدوي دي كانت مقارنة سريعة علشان بس ايه، نعرف الفرق بين الشنطة وانا جايب عربيتين يعني يعتبر من اقل اسعار العربيات حاليا اللي موجودة. اه شفر لي اوبترا والنيسان صاني. اه لو هنخش نتكلم في انواع تانية اكتبوا لي طبعا في التعليقات لو حد عايز اه نعمل مقارنات في انواع تانية. اه ولكن الانواع التانية هتبقى اسعار اعلى من كده بكتير. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في نصف مليون جنيه. عربية كانت منها متين الف جنيه. بقت حاليا دلوقتي بنصف مليون جنيه. وفيها كمان يعني يعني انا لما اروح اشتريها السعر المعلن دلوقتي اللي انا بقوله غير السعر اللي لما هتخش هناك في المعرض وتقول له ما انا عايز العربية هيقول لك رقم تاني. هيحط لك عليها مسلا عشرين ايا خمستاشر ايا ايا كان يعني. يعني انا بحاول اعمل مقارنات بالعربيات تدريجيا كده من تحت الفوق. اشكركم لحزن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة